في مقطعنا هذا سوف أسرب لكم جميع التسريبات يوم الخميس القادمة المضمونة والرسمية إن شاء الله كالعادة اشتركوا في القناة فعلوا الزر أجهز لتكونوا أنتم الأول في التعرف على كل تسريبات بيت موبايل إن شاء الله وصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل والصلاة والسلام وادعوا لإخواننا في فلسطين إن شاء الله أما الآن سوف ندخل في تفاصيل مقطعنا وكالعادة حتى يكون المقطع طويل سوف نبدأ بأول شيء يكون لها تجديد يوم الخميس وهي الأحداث سوف نتحدث عن الأحداث التي يكون لها تجديد يوم الخميس إن شاء الله يكون بعض التجديد لبعض الأحداث إن شاء الله من بين هذه الأحداث جابونيس ليك هذا الحدث الذي نحصل من خلالها لفة مجانية في باكج نجوم الأسبوع الجديد إن شاء الله ثم الحدث الأخير الذي يكون لها تجديد يوم الخميس وهو حدث خاص بالكوينس 50 كوينس زائد 3 بطاقات خاصة بمهارات اللعبين يكون لها تجديد إن شاء الله يوم الخميس القديم بالنسبة لباقي الأحداث لكلها تجديد يوم الاثنين إن شاء الله أما الآن سوف ننتقل إن شاء الله إلى متجر نقاط A-Football يا أخواني كرام لأن الكثير منكم يسألوني عن متجر نقاط A-Football هذا سوف تكون تجديد لنسخ إن شاء الله داخل هذا المتجر المهم يا أخواني كرام حتى لكم مقطع طويل لقد تركت لكم مقطع يسرب لكم كل النسخ المتوقع ونزولها في متجر نقاط A-Football هذا إن شاء الله أدخل إلى قناتي وسوف تجد مقطع لقد قمت بنشره أما الآن يا أستطير سوف ننتقل إلى الهدية إن شاء الله التي يكون تجديد يوم الخامس إن شاء الله كما تعلمون لقد تبقى فقط يوم واحد وعشر ساعات وسوف لسؤال حض ينتهي هذه الحملة لسؤال حض كما ترون إخواني كرام سوف تنتهي هذه الحملة بعد يوم وعشر ساعات وسوف تكون حملة جديدة إن شاء الله أتوقع أن تكون حملة خاصة بفريق فلامينغو ونحصل على هدية أسطورية لقد تركت كذلك مقطع يشرح كل تسريبات هذه الحملة وكل الهدية التي سوف نحصل عليها من هذه الحملة في قناتي ادخل إلى قناتي أخي الكريم وشاهد هذا المقطع هناك هدية أسطورية تنتظرك إن شاء الله أما الآن سوف ننتقل مباشرة إلى باكج نجوم الأسبوع الجديد الذي سوف يكون حضر معنا يوم الخميس إن شاء الله مكان هذا الباكج الموجود أمامكم على الشاشة كالعادة سوف أشاركم أبرز اللعبين الذين تعلقوا هذا الأسبوع وأتوقع نزول أربع نسخ أو ثلاث نسخ من هذه النسخ لا تنسوا أن تكتبوا لي في التعليقات اللعب الذي تريدون أن يكون حضر معنا في باكج نجوم أسبوع الجديد المهم أول لعب تعلق هذا الأسبوع هو كريزمان في مركز SS بليفل 8 وطن ثم اللعب التالي الذي تعلق هذا الأسبوع هو رودريغو في مركز RWF بليفل 8 وطن داخل التشكيلة اللعب التالي هو الضيبالة في مركز SS بليفل 8 وطن داخل التشكيلة ثم اللعب التالي هو هيرنانديس في مركز LB بليفل 8 وطن كذلك هافرت تعلق هذا الأسبوع وأتوقع أن يكون حضر معنا في باكج نجوم أسبوع في مركز SS بليفل 8 وطن داخل التشكيلة أليخاندرو غرناتشو في مركز LWF كذلك تعلق هذا الأسبوع سجل هدف أسطوري بليفل 8 وطن أو 7 وطن داخل التشكيلة ثم اللوتارو ماردينيس في مركز CF بليفل 8 وطن داخل التشكيلة وأخر اللعب أتوقع أن نزوله هو أليكساندر اللوند في مركز LB بليفل 8 وطن داخل التشكيلة